إلى جانبي كونه من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم إن لم يكن أبرزهم فعلا فإن ليونيل ميسي هو وجه إعلاني اختارته السعودية للترويج للسياحة والمشاريع العمرانية والثقافية في البلاد هذا طبعا يتطلب من ميسي السفر بين حين وآخر إلى السعودية لتصوير الإعلانات وأخذ الصور ومشاركتها مع متابعيه الذين يبلغوا عددهم على إنستغرام وحده نصف مليار مؤخرا قام النجم الأرجنتيني بزيارة خاطفة إلى السعودية وأخذ الصور مع زوجته وأولاده وشاركها مع متابعيه كما يقتضي عمله وهو يجلس في منطقة الدرعية الأثرية مع عائلته ويبدو سعيدا كما ترون في الصور هذه أيضا صورة أخرى نشرها يعبر فيها عن إعجابه بأشجار النخيل الخضراء وأنه اكتشف الطبيعة الخلابة هناك التي لم يكن يعرف عنها شيئا تعلموا أساليب الترويج من ميسي ولكن يبدو أن هذا الاستجمام في السعودية كان له ضريبة فلميسي عمل آخر طبعا فهو لاعب كرة قدم بمركز الهجوم في نادي باريس سان جيرمن ولكن ميسي تغيب عن حضور تدريبات الفريق الباريسي نهارا الاثنين دون تقديم العذر فامتعضت إدارة الفريق من ذلك وأصدرت قرارا بتوقيف ميسي عن اللعب لمدة أسبوعين وحرمانه من مرتبة خلال فترة التوقيف هذا والسبب هو عدم تصريحه عن رحلته إلى السعودية هذا ما ذكرته صحيفة لكيب الفرنسية الرياضية وعنونت المقال بالقطيع طبعا ميسي كما تعرفون جاء إلى فريق باريس سان جيرمن في عام 2021 بعقد ضخم جدا ليلعب مع الفريق لموسمين مع وجود بند اختياريا لموسم ثالث ولكن الصحيفة تستبعد حدوثه أي تستبعد التجديد للموسم الثالث ليوم السي طبعا لديه معجبون في مختلف إنحاء العالم وفي السعودية علق الكثيرون على الخبر خصوصا وأنه تزامن مع شائعات تفيد باحتمال انتقاله إلى السعودية للعب مع نادي الهلال فهنا فهد الحمدان يقول اقضبوا يا معالي الوزير لا يروح إلا بعد التوقيع مع الهلال أما جون فغرد يقول ميسي مستمتع بأن لديه القدرة على تجاوز الإدارة الباريسية لمخاطبة أمير قطر مباشرة الأمير قد يطلب منه ببساطة الانضمام إلى السعودية في غضون عام في حالة التمديد ولا سيما فريق الهلال أما تغريدة من حساب دكتور منشن يقول الآن قد ينضم ليون الميسي إلى الهلال في السعودية هذا الصيف السعوديون يستعدون لأكبر عرض يقدم للاعب كرة قدم المسار السعودي يأخذ على محمل الجد يأخذ أو محمل الجد من قبل ميسي الآن ويصبح المفضل أما عبدالله الغامدي فيقول ميسي ذكي ينتظر تتويج الهلال بكأس آسيا ويضمن أنه بيلعب في دوري أبطال العالم وبعدها يوقع ما يبي يكون مثل كريستيانو ضحك عليه أخيرا كوزي يقول ميسي ليس أمامه عقد أفضل من هذا العقد وما في أي فريق يعرض عليه هذا العقد ومشوار الكروي قرب ينتهي فهذه آخر فرصة حقيقية له للاستثمار في موهبته قبل توقفها التعليقات التي ركزت على أن ميسي سيوقع مع الهلال لم تأتي من العدم أو من لا شيء طبعا فالصحيفة الفرنسية نفسها ليكيب توقعت مستقبل لايون الميسي وقالت لديه طريقان لا ثالثة لهما إما أن يذهب إلى الهلال أو انتر ميامي وطبعا مشاهدين سيغيب ميسي لاعب باريسان جيرمان عن المبارتين المقبلتين في الدوري أمام ترواء وأجاكسيو لكنه قد يعود ضد أكسير في الحادي والعشرين من أيار مايو الجاري شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندين سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر